لا هو ربما فيه سوء تفاهم في الموضوع على الطريقة التي طرحتها أنتوه وعراد فيها. نفاهم أن نكون في نهاية المطاف هي نفس الفكرة. وهو يرى بأن أصلا هذا النظام وهذه الانتخابات هي ليست انتخابات. حتى في العهدى الثالثة والعهدى الرابعة بشكل أساسي. ليست انتخابات لأنها تمت خارج الدستور وضد الدستور. الذي يقول وكانت ذاك المادة 88. الرجل كان منتهي. كان مريض جدا. ولم يستطع حتى أن يقرأ القسم الدستوري. وبالتالي العهدى الرابعة في حد ذاتها. حتى بكل تزويرهم. نحن نعرف أن كله باطل. لأنه بني على انقلاب 92. وانقلاب 92 باطل. وبالتالي كل ما جاء بعده هو باطل. لكن دعنا نفترض ونسلم أنهم كانوا صحيح. أنت لم يستطع بود في اللقاء أن يقرأ القسم الدستوري. ولم يقوم بحملة انتخابية. وعالم جميع رأى بأنه مريض. فرق سلطيني الآن يقول بأنه في بالون اختبار ربما. أنه ليس مشبرا. يعني ممكن يقول قسم الله بالله العظيم ويكمل رئيس المحكمة العليا. لأنه قالوا له قول هذا الكلام. لما قال قبل سنة ونصف بأنه سيترشع إلى أهدى خامسة. سيتموه بكل الألوان. وقالوا ليس صحيح. وعملت تكذيب الرئاسة. وهذا ليس صحيح. وهو قال أنا ما نقول لكم. رأى هو اسمعتها منه. حسب ما شفهمت منه. وكذبوه قالوا أنه لم يلتقيها. هذا ثبت. وهو الكذوب ثبت. باللي كان بأنه كانوا ذهبين لعودة خامسة. وعلى أقل كانوا تفكير ماشي لعودة خامسة. عودة خامسة لميت. العالم أجمع يجمع. جعلونا مهزلها. في الجرائد في الخنوات. ليس كل العالم ربما الذي حسب رواية مغرب انتليجانس. وهو مصدر موثوق. معلومات موثوقة عن الإليزي. مصدر فيه في الرئاسة الفرنسية. نوباريس. وافقت على العهدى الخامس. بشرط. بطبيعة الحال. وأنا قبل أن أتكلم عليه مغرب أميرجان. قلت لك هنا قبل حولي أسبوعين أو أسبوعين ونص. قلت لك أن سعيد بودفليقة ومعاها بنعلي بنعلي قضوا هناك عدة أيام. في باريس ومعاهم ثلاثة أو ربع من مساعدينهم. وأنهم كانوا يتفاوضون على شروط العهدى الخامسة. وهذا اللي خلوا وشجحهم هما بعد يمضوا من أنهم سيمضون. أنا لا أعرف تفاصيل هذه الشروط. حسب مغرب انتليجانس أن باريس أرادت لكي يكون وضعها على أقل إذا تطورها والعماره بيده. لا أنه يكون خليفة لبودفليقة. نائب رئيس لبودفليقة. وبالتالي لهذا يتم طرح الندوة الوطنية وتعديل الدستور. وسلال اليوم يقول أنه كل شيء مطروح في هذه التعديلات. هذا ما طرح. وأنه أويحيا كان هو ربما الخيار الأول لباريس حسب مغرب انتليجانس. وهذا ربما يفسر ذلك التبرع من أويحيا عندما وصف شهداء الجزائر وفي باريس بأنهم قتلوا وليسوا شهداء. أن أويحيا ليس هناك إجماع عليه في مؤسسة العسكرية. وربما سيكون هناك انقلاب إذا تم اختياره. نعم. المهم بالنسبة إليهم هو أن يكون هناك نائب للرئيس. بمعنى أنهم لا يقومون فقط بتمرير هذا الميت إلى عهدة خامسة. ولكن يقومون أيضا باختيار من سيأتي بعده. فهم يختارونه ويضعونه نائب للرئيس. أنا متأكد أنهم سيزيحون بوتفليقة بعد شهرين ثلاثة ربما مع نهاية الصيف. أو حتى قبل الصيف. إذا شفهون كذب كبير. ويضعون الشخص الذي قالوا أنه نائب بعدما يعدلون الدستور. وبالتالي يصبح أنهم يختارون أيضا الرئيس القادم ويمررون ما يشون. هذه بكل تأكيد كانت اقتراحات الفرنسيين أو الأقل وافقة لها الفرنسيين. هناك شروط أخرى. هناك شروط الغاز السخري. هناك شروط الحرب على الإرهاب. فتح لهم الأجواء وفتح لهم الحدود. وكما قال العمامرة الذي رجعوه. ولا استبعد أن رجع العمامرة من بين شروط باريس. العمامرة يعتبر من أكثر الشخصيات التي تثق فيه باريس. وكان قال في بلغتين وحدة وحدة بثلاث لغات. قدمنا للفرنسيين كل ما يريدون. نحن 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 بمعنى أنه بعد حتى المخابرات. ونعرف أن هناك عناصر المخابرات قتلوا في فندق من فنادق مالي. لن يكمل هذا. إذن ماذا تريد فرنسا وأمريكا؟ تريد جزائر ضعيفة. بودفليقة ومن معه سعيد قاعد صالح ويحيى سلال يقدمون جزائر ضعيفة. هذه الجزائر الضعيفة ينهبونها حينما يكون نوع من الاستقرار كما هو الآن وإن كان استقرار كاذب. وإذا اضطروا وانتفضت الناس فإنهم الآن يحيطون بكل مكان يتدخلون يحتلون الموانئ ويحتلون أماكن البترول والغاز. وهذه تعود الاستعمار حتى ربما بعسكا. ولكن ما مخاطر عليهم؟ هناك مخاطر ومخاوف من الوضع. هناك من يحذرهم من ذلك. ولذلك هناك عقول فرنسية وعقول حتى أمريكية تقول لهم أنك متلعبون بالنار. لأن إذا كانت أوروبا اهتزت من مليون سوري في 2017 فإن مجيء أو 2016-2017 فإن الجزائرين قد يأتون بالملايين. والجزائرين ليسوا بنفس العقلية السورية. وأن أوروبا كلها ربما هذه المرة قد تجد نفسها. وأن هناك حرب أهلية وأن هناك قتل الناس بالألاف البحر المتوسط. يبقى معنا محمد حرب الزيتو.